يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم إنزال الناس منازلهم واختيار ما يناسبهم من أعمال بعيدا عن المدارات أو بعيدا عن المجاملات التي لا تبنى الدول على أساسها هذا سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يطلب يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه على عمل أسوة ببقية الصحابة الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعمالا فما يكون من الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو العارف بطبيعة أبي ذر رضي الله عنه وبتكوينه وقدراته وإنكاناته ما كان منه إلا أن قالها له صريحة يا أبا ذر إنك ضعيف لم يجامله ولم يزين له الحقيقة قال له إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه منها والناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه يختار أشخاصا لأشياء معينة فقد اختار حزيفة بن اليمان رضي الله عنه ليطلعه على أسماء المنافقين ولم يطلع عليها أحدا من أصحابه إذا ما نظرنا إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيره إلى اليمن لم يختر الصديق ولم يختر الفاروق وإنما اختار معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان يتكلم عن العلم المواريث وعن الأنصبة كان يقول أفرضكم زيد لزيد مزية وعناية وخبرة ودراية وإمكانيات لم توجد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بالذات فقال عنه أفرضكم زيد أبي بن كعب رضي الله عنه من القراء بل من شيوخ القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب يوما من عمر رضي الله عنه أن يوليه بعض الأعمال قائلا له أو عاتبا عليه لماذا يولي غيره ولا يوليه فما كان من عمر إلا أن قال يا أبا المنذر لأنت أحب إلي من نفسي غير أني لا أريد أن أدنسك في هذه الدنيا أيضا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم أحد أصحابه لغة اليهود اختار لذلك زيدا رضي الله عنه فأرسله وهو يعلم أنه يحمل من الإمكانيات والقدرات ما يؤهله لأن يتعلم اللغة ويتقنها ليفي بحاجة وغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلمها القائد الناجح يبحث في عناصره وفي من حوله من الناس عما كان من القوة فيختارهم لهذا العمل لشغله وللقيام بحقه ولا يولي على قوم أحدا يرى غيره خيرا منه وإلا فإنه سيحاسب يوم القيامة لأنه انحاز في مكان وفي وقت وفي أمر لا يحق له أي انحاز فيه أبدا العاقل والقائد الناجح الذي يريد إرضاء الله عز وجل في عمله ويريد النجاح في عمله يبحث ويسبر عناصره ومن حوله من الناس ويوجههم التوجيه المناسب ومن لم يفعل ذلك فقد خان الله وخان الرسول وخان الأمانة فكونوا على قدر الأمانة أسأل الله لي ولكم التوفيق ولهذه الثورة النجاح والحمد لله رب العالمين يا عبادي فأجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيل اشتركوا في القناة